ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهري بين الحفر نحن اخترنا صعود الجبال زارته وفود كثيرة من العربي والعجمي طوال فترة التحضير للاستفتاء على كردستان واستقلالها وكان مسعود بارزاني يقول لهم لماذا الخشية من الاستفتاء كان يقول أن صغة الانخراط في العراق هي إقامة داخل البيت العراقي وهو بيت يحترق بفعل إدارة سيئة للخلاف السياسي وبفعل نقص الإرادة في الإصلاح وكل من يقيم في بيت يحترق إما أن ينجح في إطفاء لهب النار أو يخرج من البيت مع عياله قبل أن ينهدم أو يخرج محتجا بكل الصياغ على الهدم والحريق كما فعل حرك تشرين لاحقا وكما فعل تيار الصدر بعدها ظل الرئيس بارزاني شهورا يحذر من مرحلة ما بعد داعش انتهت الحرب لكن السياسة الحمقاء التي جاءت بداعش بقيت تمد نفوذها في أخطر القرارات وهكذا تلك الإصلاح وتعطل وكان لابد من احتجاج على ذلك على الآذن المسدودة أمام دعوات الحوار لتطوير الإدارة وإنقاذ البلد من فشل عميق وصلت صرخة ماسعود بارزاني وأحدثت هزة وزلازل فهمها العقلاء وحاول استغلالها المتورطون في حرائق البلاد والعباد لكن نبوءة بارزاني تحققت والاحتجاجات تصاعدت ولم تعود كردستان وحدها تشتكي وتحذر من العواقب الوبيلة للإدارة المشلولة وأنفوذ السياسات الحمقاء فخرج شباب العراق في تشرين ضمن مسار احتجاج واعتراض يشترك مع غضب بارزاني في معظم قضاياه ثم جاء غضب التيار الصدري خروجا من بيت يحترق وانسحابا من برلمان مشلول ودعوة لتغيير جذري في النظام بعد أن عجز النظام عن محاورة كردستان وعجز النظام عن محاورة شباب تشرين وعجز النظام عن محاورة الصدر المنتصر في انتخابات الخريف الماضي مسار زمني مليء بمحطات الاحتجاج بعد داعش كان لابد من اعتراض كي لا نقع في الهاوية ثانية أقوى الزلازل بدأت من كردستان ثم غنى وطبل الفاسدون وناقصوا الحكمة واتهموا كردستان بالخيانة وحاولوا محوى الرسالة الجوهرية للاعتراض الكردي وفي الثاني الزلازل جاءت صرخة تشرين فذبحوا الاحتجاج واتهموه بالعمالة ثم جاء اعتراض التيار الصدري لينبه على خطورة تسليم البلاد للفاسدين والتبعيين فذبحوا انصار الصدر واتهموا الصدريين بالخيانة أيضا حكاية أعداء الإصلاح مع صرخات الغضب الاحتجاجية هي نفسها مع صرخة الاستفتاء وعطراض تشرين وانسحاب الصدر من النظام العاجز حوار بين أهل الإصلاح وبين نفوذ الفساد وناقص الأهلية وطوال هذه المحطات ومعركة الاحتجاج مستمرة من قمة جبل سررش حتى آخر نقطة في شط العرب اشتركوا في القناة